اكدت الكاتبة في صحيفة الوطن فاطمة الصديقية أن ما تعرض له البحارة البحرينيون من السلطات القطرية تصرفات لا إنسانية وغير مبررة من المؤسف ما سمعناه من البحارة المحجوزين بعد خروجهم من سجون غطر عار ومقز هذا التعامل اللا إنساني من السلطات القطرية لمدنيين من بحارة وهو كل همهم صيد السمك في المياه الإقليمية البحرينية ما يتردد على لسان المحتجزين من حجز غير مبرر وتعذيب نفسي وامتهان لحقوق الإنسان وسوء معاملة هو نهج الجماعات الداعمة للإرهاب والتطرف أما الدول التي تؤمن وتطبق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فبالتأكيد لن تجرؤ على أن تعامل أي إنسان بهذه القساوة مهما كان عرقه أو معتقده أو جنسيته فالإنسان له كرامة وصونها هو عدم المساس بها وإهانتها خاصة مع من تربطنا معهم روابط كثيرة أقلها حسن الجوار وما بيان العلا إلا رابط آخر يلزم قطر بتنفيذ ما جاء به من التزامات عدة منها حسن الجوار وما يحدث في سجون قطر من انتهاك حقوقي واضح لمسجونين ليست له علاقة بالالتزام والمسؤولية والإنسانية لماذا تحاول سلطات القطرية تجنيد المحجوزين البحرينيين في سجون قطر ولماذا تحاصرهم بالتعذيب النفسي كما تفعل مع البحارة ومع بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد فالتعذيب النفسي والتحقيقات المشددة والتزامن في حجز البحارة أدوات واضحة تهدف إلى معاودة تجنيد البعض من أجل تزويدها بمعلومات سرية عن تحركات الأجهزة الأمنية البحرينية في البلاد وإلا ما سبب استغراق السلطات القطرية على سحب البحارة لسجونها بكثرة في الآونة الأخيرة ولماذا كثفت هذا الفعل المشين خلال القمة الخليجية وبعد بيان العلا مباشرة فهذه التصرفات لها تعبير واضح عن عدم جدية تنفيذ ما جاء في بيان العلا خصوصا فيما يتعلق بمملكة البحرين فالحبر لم يجف في اتفاقية العلا وبيانه مع دول مجلس التعاون الخليجي ولكن يبدو أن الأخلاق الأصيلة والالتزام بالمواثيق جفت في عروق من يدعي العروبة والمروءة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة